زيزو وده قبل ما نشوف تصريحات المديرين الفنيين بعد المباراة النهاردة مساهمتين جديدتين لأكتر لعب يساهم في أهداف الزمالك ما بين تسجيل وما بين صناعة أهداف النهاردة سجل وصنع في ربعية الزمالك بتشوف ازاي دور زيزو مع الفريق من الناحية الفنية كابتن عصان أنا بشوف ان زيزو انت عارف انت لما بتلاقي حاجة زي زيزو زي كريستيان وزي ميسي اللي هما بيبقى لهم اسهامات قوية جدا مع انديتهم مع منتخب بلادهم بشكل بير لان انت طول الوقت انت مركز مع كريستيان ومركز مع ميسي انه حيعمل ايه برضو انت لما بتحسن ده نجمل فريق دلوقتي زيزو فطبعا زيزو الوقتي بيبقى لعيب مش هقولك انه متكامل يعني هو عنده مهارة وعنده صورة عنده قدرة هدفية عالية جدا متواجد في السندوق زيزو مكانش كده يعني انا اتذكر لما انا كنت مابود في الفريق الاول كانت سنة 2019 ده من خمس سنين زيزو كان لعب هايل في وسط الملعب يعني في وسط الملعب كنت مع ميتشو حضر مع ميتشو هو زيزو كان بيلعب تمانية كويس اوي وبيقديها بشكل كويس اوي لكن ما كانش اكتف على المرمى لكن انا بعتقد ان زيزو في التلات سنين الاخرة دي احسن لعب في مصر لان انا برضو فيه برضو نجوم كبار من لعب الواحد بيحبها جدا بيكلموا على زيزو وبيذكروا زيزو في ان زيزو هو لعب محلي مش لعب منتخب وكل كلام ده لا مش عايزين نصنف يعني مش عايزين نصنف بس التصنيف ده بيحصل في العالم كله ما بين لعيب اندية ولعيب منتخبات وانك وفيه تقالك لعيب مباراة كبيرة ولعيب مباراة صغيرة شوف زيزو ايه البوزيشن اللي بيلعب فيه بوزيشن اللي بيلعب بالاصلي العادي جناح يمين اللي هو مكان مين هو فرصه نفسها هو احساسه ممكن وفرصه نفسها بتبقى اقل شوية انه يبقى متواجد في البوزيشن ده مع طريقة اللي بيلعب بيها ايه في المنتخب اربعة تلاتة تلاتة احيانا بيروح ناحية يمين لما بنلعب اربعة اربعة اتنين بقى لما بقى صلاح مهاجم جنب مصطفى لكن زيزو لا غنى عنه ومش بالضرورة انه هو كمان يبدأ المرافل مع المنتخب انه ممكن يبقى بديل كويسة وتقدر تستفيد منه يعني تقدر تعتمد عليه لعيب مهم مفهوم تزعل لو مشي بالتأكيد طبعا لكن فرصة فرصة اه اه رحيله فرصة للزيزو ليه هو لزيزو ليه هو اه زيزو بص انت بتحاول بتعمل لعيب انت بقى نجمع عندك بشكل بير قوي لكن في نفس الوقت هو لما تيجي تبص للعطاء اللي عمله زيزو لنز زمالك هتلاقي عمل لنز زمالك كتير زيزو يعني حتى في التلات سنين الاخيرة دية اعتقد زيزو اتطور مستوى بشكل كبير جدا وشتغل على نفسه بقى درواتي من لعيب كان موجود في نز زمالك مع المجموعة لا احسن لعف مصر دلوقتي مش في نز زمالك بس فدلوقتي زيزو لما تجيله الفرصة دية على فكرة ده حاجة مهمة جدا ومكسب كمان لنز زمالك ومكسب لمنتخب مصر انه هو يحترف حتى لو هيروح هيروح نادي الشباب السعودي وابل كده التجربة كانت موجودة قبل كده بصمه مش هيزبره ده كان مهلأ اسبوع ولما اتأخر نادي زمالك وقالك لا مش هنبيع خلاص هم اتعاقدوا مع العيد تاني لكن انا بشوف انها خطوة مهمة جدا ان زيزو يبقى موجود لانها هي رغبة من اللاعب رغبة لأسباب ما بين مادية وفنية هي فنية كمان هتفيده بشكل كبير جدا في نفس الوقت كمان مادية هتعود على الناس زمالك بشكل كبير للطرفين ليه وللنادي لكنها تبقى فنيا مزعجة للنادي وتحديدا جماهيريا ازاي هتم التعامل معها ازاي انت كمان عشان توجد البديل النزيزو بعد كده معنات زمالك بيباش موجود في الملعب اه اه مزبوط يعني دي نقطة مهمة مزبوط وعشان انت توجد البديل لزيزو ممكن الزمالك هيعاني فيها فترة لان انت عشان لان زيزو لما تواجد في خمس ست سنين ففي الثلاث سنين اولين كان زيزو كان لعب بيقدي بشكل كويس لكن الثلاث سنين الاخرين هو بقى الفجر حاجة قوية جدا فده ما جاش سهل يعني كان في صعوبة لكن عشان تعد حد تاني يخش يبقى بديل ده هياخد وقت فهو ده اللي ممكن الزمالك يعني منه تطور زيزو الملحوظ من مسم للي قبله باعتبارك دربته كابتن عصام هل هو الاختلاف في زيزو عن باقي اللاعبين اللاعب نفسه عقليته مختلفة اهتمامه بنفسه مختلف عن باقي اللاعبين اه يعني هو زيزو هو عنده كان امكانيات بس كانت محبوسة اه عنده الامكانات اللي هو تفوق على نفسه فيها الفترة الاخيرة دي بس كانت محبوسة لان كان موجود في الفرق نجوم كبيرة قوي يعني كان موجود أشرب بن شرق وكان موجود سياسي وكان طريق حامد وكان مصطفى محمد الفريق كان متخم بالنجوم بشكل كبير جدا زيزو بص لقى نفسه هو الوحيد اللي في التيم دلوقتي هو نجم الفريق يعني هو اللي سبطت على زيزو الوقتي لكن هو اشتغل على نفسه كتير قوي في الشغل وطور من نفسه بشكل كبير